أكيد هنتكلم طبعا على النادي الأهلي وعلى طبعا الأخبار المحلية ولكن أحمد كان حابب أنه يبدأ بالشامبينز ليج النهاردة أكيد فيه مباريات مهمة جدا ريال مادريد طبعا هيلعب بروسيا مونشن جلاتباخ وكمان هيكون فيه ماتش مهم لإنتر ميلن مجموعة فيها قلق كتير علشان كل الفرق لسه عندها فرصة الحسم والحقيقة أنه جمهور ريال مادريد مستغرب بأنه بطل البطولة دي 13 مرة ممكن نشوفه بيلعب في الدوري الأوروبي ممكن جدا ريال مادريد يطلع بره النهاردة للأسف طبعا يعني ما نتمناش ده طبعا دي ليه للأسف أحنا بنشجع برشلونة بس عشان فيه ناس بتزعل فيه ناس من جمهور ريال مادريد بيتضيقوا ومبارح يمكن كنت بقول أنه قد إيه ليبزيج هيصعب الماتش على منشستر ينايتد وحصل ولكن الحقيقة الألم النفسي موجود عند كل جماهير برشلونة بعد اللي حصل مبارح طبعا وإن كان متوقع من يوفانتوس الخسارة طبعا 3-0 خسارة تقيلة وده مش فريق برشلونة اللي احنا عارفينه هتكلم أكتر عن رأيي في الموضوع ده بس أحب أسمع رأيك ده أسمع رأيك لقيه من يسمع رأيك طيب أنا شايفة أنه برشلونة طبعا مش ده فريق برشلونة اللي احنا عارفينه أنا شايفة أننا كمشجع برشلونة قبل أي حاجة بشوف برشلونة مبارح في عصر ما بعد ميسي في ظل وجود ميسي يعني يمكن كنا خايفين برشلونة بعد ميسي هيكون عامل إزاي ميسي موجود وشايفين برشلونة بالشكل ده وده بسبب طبعا أنه ده برشلونة بقى ما بعد الجيل الزهبي احنا شايفين دلوقتي الفريق كله لعيبة يمكن ده أول مواسمها في الاحتراف في الكورة لعيبة عند 16 و 17 سنة هو ده قوام فريق برشلونة دلوقتي برشلونة النادي تياري أونغي أو هنري شاكر قعد سنتين عشان يعرف يلعب فيه أساسي أنا مش جد أبدا اللعيبة صغيرة في السنة تكون موجودة بالعكس هم دول المستقبل ولكن يكون فيه قوام أساسي الحقيقة موجود في الفريق ومن خلاله تدخل اللعيبة دي ده مش فريق برشلونة اللي احنا عارفينه وكمان برضو عشان ما كونش ظلمة يعني أكيد ما كانش فيه حظ في مباراة مباراة يمكن الفريق قدر أنه يخلق هجمات كتير يعني ماسي مثلا الإحصائيات بتقول النشاط 11 كرة منهم 7 بين 3 خشبات ولكن ما كانش فيه أي حظ أو أي توفيق ورونالدو عادة لينتقم زي ما كنت بقول مباراة حيهدف طيب برشلونة الأول يعني عشان بالشيء يا أسكر كده الرجل اسمه كومان ده الله يعني ربيته الرجل ده الحقيقة خد الفرقة وهوى بيها في يعني هو صحيقة يعني أنا أعتقد أنه برسة عشان يبتدي فوق تاني ويرجع قدامه كتير قوي ميسي من غير ميسي أنا قلت لحضراتكم رؤيتي في ميسي جزء من عظمة هذا اللعب صحيح هو صاحب إمكانيات رهيبة وصاحب أرقاب عجيبة لكن أنا أعتقد جزء من أسطورة ميسي صنعها الجيل الزهبي في باشلونة وبقصد بدا بيول إنيستا تشابي وغيرهم وغيرهم يعني يجوم كتير جدا الكوكبة دي صنعت جزء من بريق لغان الميسي لكن لغان الميسي من غير دول أعتقد أنه حضراتكم شفته مش عارف بقى سدت نفس عشان اللي حصل في أول السيزن ولا هو خلاص عايز يمشي ولا مش فرق معاه يعني لكن في النهاية إنه مرضوض صفر لكن اللي نفت نظري الحقيقة في النسخة دي من شامبيونز ليج نقطة مهمة جدا كبار أوروبا وخد بال حضراتكم كلمة كبار دي مرتبطة بحاجتين مهمين جدا عدد بطولات وشعبية وجماهيرية يعني ما تدرشت تقول على نادي كبير في أوروبا من غير ما تقول إنه نادي ده صاحب ألقاب وخصوصا ألقاب قرية نادي زي منشستر ينايتد نادي زي إيسي ميلان نادي زي ريال مادريد وما تدرشت تقول على نادي في أوروبا نادي من ضمن الكبار إلا ما يكون برضو صاحب شعبية وجماهيرية كبيرة زي الإنتر وزي البرسا وزي البايل ميونيخ إيه اللي بيحصل لكبار أوروبا يعني خليني أقول لحضراتكم إنه منشستر ينايتد فيه فترة من الفترات كان يعبوع بعبوع القرى الأوروبية ريال مادريد هو طبعا نادي القرن في أوروبا ويعتبر أكبر نادي في أوروبا الإنتر كان ليه سوالات وجوالات البرسا وما أدركها ما البرسا إيه حالة التراجع الرهيبة دي وهزيم صاحقة وهزيم على إيد فرق صغيرة جدا يبقى الأهلي الحايف تكرت الحمد لله على نعمة الأهلي كبير طول العمر كبير طول المشوار 113 سنة لم يخفق فيها ولم يعبر في فترة تعرض فيها لكبوة تجاوز عددها مواسم ومواسم اللقطة كده الحقيقة جات في دماغي وكان لابد أن احنا نذكرها النهاردة في بداية حلقتنا